عيد جديد بأيام مضرجة بدماء أهل اليمن هكذا يطلو سيم على معطيات كثيرة تضبط مشهد وطنه وتحمل في طياتها مخاطر على مستقبل شعب كتب عليه أن يكون ضحية وهذه المرة في عيد الفداء الواقع يقول أنه فيه جريمة يتم بها إبادة شعب إبادة مقترات، إبادة روح الشعب نفسه أنا أرى أنه يتموت الآن، يتموت بطيء إذا لم تتموت بالقصف، يتموت جوع يتموت بأنك يمرض، لا يوجد عالجة يعني اللقاحات لا يوجد الأسرة التي كانت عائشة مستورة، متوسطة الحال الآن تبحث عن قوت العائش أنا سمعت أمس عسرهم أو مرضى من الذين يجعون دي فكان هذا المرضى يساعد الناس دايماً يتصلوا لي فيه معك فلان شي نساعد الأمس تتصلي تقول لي ما فيش معا جهالها أكل يعني بتخليهم يصوموا طول اليوم وتأكلهم وجبة واحدة في اليوم، ما فيش معها في كل الأحوال وأي من الاحتمالات المتوقعة أو غير المنتظرة التي قد تنتهي إليها هذه الحرب وتداعيتها إلا أنه من المؤكد أن عواقبها الوخيمة اكتوى بلظاها مدنيون يمليون أكثر من غيرهم علاوة على شعورهم بالمرارة والحسرة جراء تدمير البنى التحتية لبلدهم الفقير أصلاً وهو حال يحمل في ثنايا تداعيات لا يمكن حصر نتائج مآلاتها على جيل المستقبل منذ ستة أشهر وعائلة واسيم تعيش يومياتها في عين بالعاصفة والسؤال الأكبر والذي تطرحه هذه الأم كيف يمكن الخروج من هذا المربع الآخذ في الضيق والتعقيد لو كان مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو هذه المنظمات الإنسانية لو كان لها أي دور كانت منعة ما يحدث في اليمن من أول يوم ولكن سيكون عندنا أمل أن الاجتماعات القادمة وأن القرارات الجيدة تكون لصالح اليمن ارحموا الشعب اليمني وباد كبيرهم وصغيرهم معا لا يفرحون بعيد أفحى اليمن وهكذا هو حاضر هذا البلد كسلفه الماضي واحتمالات المستقبل متوغلا في المأساة أو مقبلا على ملهات مثل لعب هؤلاء الصغار عيد أهل ولم يكن حالها ناس عيدا أبدا ولا يبدو على الإطلاق أن هذه العائلة ستتخطى عتبات عاصة جديدة تحملها كل يوم حرب تدور بضروة في اليمن بل إن المؤشرات القادمة من فصولها والمختبئة خلف نيران المدافع والقذائف وأنات الضحايا ربما تكون الأسوأ لليوم على الحرم صنعاء عمر الورفي ترجمة نانسي قنقر